الكرة دايماً للمتعة والمتعة كلها كانت في لقاءين مبارح ولا أروع ولا أقوى ولا أمتع الحقيقة نهائي اليورو اللي جمع بين إسبانيا وإنجلترا ونهائي الكوبة اللي جمع بين الأرجنتين وكولومبيا الحقيقة يعني هو مش عشقاً ولا انتماءاً لمنتخب أسبانيا اللي بشجعه من بداية البطولة لكن الحقيقة التحيز وانتماء أكتر للكرة الممتعة الكرة المبهجة الكرة على مدار مشوار إسبانيا كلها في البطولة ما تغيرتش ما اختلفتش شوية ولاد صغيرين حسبت إسبانيا حسبتها ورهنت رهانتها عليهم وقد كان كتيبة لفوانتي هم ملوك أوروبا هم أبطال أوروبا بعد ما تفوقهم برح على كتيبة إنجلترا تاوت جيت الغير موفق على الإطلاق الحقيقة بنتيجة 2-1 مبروك إسبانيا مباراة تابعها تقريبا العالم كله تابعت على كل منصات التواصل مباراة احتفالات ومتابعة على مستوى العالم بمباراة إسبانيا وانجلترا خدوا بالكم يعني الماتش طبعا دي أجزاء من احتفالات نجوم إسبانيا بالبطولة ألمين يامال، نيكو ويليمز، ألفارو موراتا، ناتشو، لابورت، فابيان رويز، نجوم فوق العادة، يمكن أسماءهم ما كانتش معروفة قوي، ما كانوش مشهورين قوي قبل البطولة، لكن النهار دي العالم كله بيتكلم على شباب إسبانيا ونجاح شباب إسبانيا الصغيرين، كلمكم على ولاد عمرهم 16 سنة أو 17 سنة، مباراة هي درس فيه فنون كرة القادة، أتمنى الحقيقة إنه يعني كتير من مديرنا الفنيين، يغيبون أجزاء من أجزاء من أجزاء من أجزاء من أجزاء من أجزاء يذكروا المباراة دي، ومش هبلغ لقلت يذكروا مشوار إسبانيا كله في البطولة، إزاي نجحت كتيبة لفوينتي، إزاي، خلينا ناخدها جزء جزء، الحقيقة أنا عندي كلام كتير قوي على المباراة دي، يعني مبدئيا، إزاي نجح خط دفاع إسبانيا في مباراة 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 وهو خط دفاع مكون من مجموعة من العواجيز، كاربخال عجوز، لابورت عجوز، ناتشو عجوز، لونورماء مجهول، كوكوريا متواضع، إزاي نجح خط الدفاع ده في إيقاف أقوى خط هجوم موجود في البطولة، بتتكلم على مستوى السرعة، بتتكلم على مستوى القوة، بتتكلم على مستوى المهارة، هاريكين، واحد من أفضل مواجمي أوروبا في الوقت الحالي، في الفوضن، أفضل لعب في الدوري الإنجليزي، بوكايوساكا، نجم الأرسنل، واحد من أفضل أجنحها في البريمير ليج، ومن وراهم جود بلينجهام، نجم الدوري الأسباني ولعب الموسم في إسبانيا، ونجم ريال مدريد تخيل، شايف المواجهة، حجم المواجهة، إزاي تقدر توقف وتضغط وتبطل خطورة منتخب إنجلترا، اللي بيدم عتاولة في كل المراكز، ووكر، ستونز، ديكلين رايس، لوك شو، بيلينجهام، كين، فوضن، ساكا، مراكز كلها فيها نجم العرض تقيل، إزاي تقدر توقف الخطورة، إزاي تقدر تحطهم في موقف دفاعي على مدار تسعين ديها، ما كانتش الإنجلترا فيهم أو خلالهم سواء هجمتين، واحدة قدر من خلالها بولمر بس إنه يسجل هدف إنجلترا، الإجابة بسيطة جدا، زاكر وبص ويدرس كويس قوي، شكل انتشار، حسن الانتشار ودقة التمرير، دي الفلسفة اللي اعتمد عليها ديلافوينتي مع كتيبة إسبانيا في البطولة كلها، مش بس في مباراة إنجلترا امبرح، واللي نجح من خلالها في إنه يفرط شخصيته على أكبر المنتخبات في أوروبا. إسبانيا تجاوزت كرواتيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، ثم في النهائي تجاوزت إنجلترا بفريق ما عندوش خبرة، تقريبا معظم عناصره المتميزة من الشباب. نشوف العطاقته إزاي، طبعا مش بس كان مكسب إسبانيا مبارح في بطولة أوروبا، بتحقيق اللقب لكن كمان بتاتويج رودري كأفضل لاعب البطولة، وأنا اتكلمت عن رودري كتير جدا حقيقة من قبل انطلاق البطولة، وقلت إنه واحد من أهم لعيبة خط النص في العالم في الوقت الحالي إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، وقلت إنه أي لعب أو أي منتخب أو أي فريق عنده بروفايل رودري في فريقه عنده قدرة كبيرة جدا على السيطرة في وسط الملعب. السؤال التاني، إزاي منتخب إسبانيا يفتقد أتنين لعبين بحجم رودري؟ أتكلم على مرحلة الحسم في مباراة إمبارح بحجم رودري وبيدري، إسبانيا بدون ببيدري ورودريجو في شوط تاني من المباراة، طبعا ببيدري خرج أو ما كملش مشواره مع منتخب إسبانيا نتيجة إصابته في مباراة ألمانيا، انتحامه طبعا الشهير مع تاني كروس، ورودري مباراة خرج برضو من المباراة، والنتيجة واحد واحد كان التعادل هو السائد في المباراة وخرج للإصابة، وبالتالي افتقد المنتخب الإسباني لاثنين من أهم عناصره في مرحلة الحسم، ومع ذلك لم يتأثر المنتخب الإسباني وقدر أوريا زابال أنه هو يحسم المباراة لصالح منتخب إسبانيا. بالمناسبة، تعليقين مهمين جدا جدا للويز دالافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، واحد الرد على كل منتقدي، وهنا واحدة من أهم علامات أو أسباب نجاح أي مدير فني، طبعا ده رد طبعا احتفالات منتخب لنجوم منتخب إسبانيا مع مديرهم الفني، لقطة الشهيرة بعد انتهاء المباراة، والحقيقة دالافوينتي بيرد على كل منتقدي إنه لعبته كانوا دايما بيصدقوا فيه أو بياثقوا فيه، ودي واحدة من أهم سمات العلاقة النكحة جدا من أي مدير فني وأي كتيبة لعبين، جزء كبير جدا من القيادة، هو إنه مش فكرة التاكتك ومش فكرة التدريبات ومش فكرة الخطة ومش فكرة الأدوار، بقد ما يكون فيه ثقة متبادلة بين التيم وبين المدير الفني أو القائد الفني اللي بيقود الفريق، عايز كمان الحقيقة يعني طبعا زي ما حضرتكم شافين طبعا على الشاشة أو هزر على الشاشة ده اللقب الرابع في تاريخ إسبانيا، والجيل ده بيكتب أو بيبدأ مشواره مع المنتخب الأسباني لأن أغلبهم بيشارك لأول مرة في صفوف منتخب إسبانيا في البطولة دي، بيبدأوا مشوارهم مع المنتخب الأسباني بتاريخ كبير جدا وبيحققوا اللقب الرابع في تاريخ إسبانيا، بعد طبعا ما حققوا اللقب على حساب إنجلترا في توقيت قاتل، نفس الكاس اللي ده وقته إنجلترا لهولندا في الدور قبل النهائي دقت منه على إيد إسبانيا مبارا في النهاية وهو فوز مستحق، مع كل الاحترام لمشجع إنجلترا لعبين على أعلى مستوى يعني ما تقدرش تنكر قدرات المنتخب الإنجليزي الفردية، لكن في النهاية ما تترجمش ده مش بس في مباراة إسبانيا، يمكن نقول في كل مباراةهم على مدار البطولة وكان فوز مستحق، وانطير معاكم من أوروبا لأمريكا الشمالية وتحديد الولايات المتحدة الأمريكية اللي استضافت بطولة الكوبة السنة دي، ومباراة كانت مباراة النهائية اللي جامعت بين الأرجنتين وكولومبيا، مباراة كادت في بدايتها أن تتحول إلى كارسة، بدايتا طبعا الأرجنتين حسمت اللقب لحسابها على حساب كولومبيا، بعد ما فازت في الأوفر تايم بنتيجة 1-0، أحرزه طبعا لوتارو مارتينيز، ده اللقب الستاشر في تاريخ الأرجنتين، وطبعا هي كانت تحمل اللقب في النسخة الأخيرة، فده يعتبر اللقب الثاني على التواني، لكن مقدمات المباراة، تبتتكلم على استضافة البطولة في الأولايات المتحدة الأمريكية، اللي هتصطديف نسخة كاس العالم، أو هتبقى واحدة من الدول الثلاثة اللي بيصطديفه نسخة كاس العالم، 20-26، حصل مشاكل كبيرة جدا جدا قبل المباراة، أنا عارف المباراة طبعا كانت بتوقيتنا هنا 3 فجر النهاردة، فبالتالي فيه ناس يمكن ما تكونش تبعتها، لكن حصل مشاكل كتيرة جدا قبل المباراة، وكتير من الجماهير اقتحمت أو حاولت إنها تقتحم، وفيه جزء منهم نجح بالفعل في اقتحام ملعب المباراة بدون الحصول على تذاكر، وكان فيه أحداث عنف، وكان فيه تكسير للمرافق الخاصة بالاستاد مايامي دولفنز، اللي كان بيصطديف المباراة مبارح، وتدخلت الشرطة بشكل عنيف، وبتدت تخرج عدد كبير جدا من المشجعين اللي اقتحموا المباراة، المباراة شاهدت كمان إصابة لايو ميسي، وخرج على إثرها يعني، طبعا ده الأمن وهو داخل ملعب المباراة، كانوا بيشيكوا على الحضرين في الملعب وعلى تذاكرهم، واللي ما كانش بيحصل، أو حامل واحدة من التذاكر المتشاط كان بيتم إخراجه من ملعب، عدد كبير جدا من الجماهير خرج بره الملعب، وكان فيه يمكن لحظات الاقتحام كان فيها أحداث عنف جديدة جدا، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا محاولات اقتحام ملعب المباراة، وحصل تكسير بقى في مناطق كتيرة جدا، طبعا انت بتكلم على أمريكا الجنوبية القصة غير، والحكايات والروايات اللي بتسمحها عن العنف في أمريكا الجنوبية، ممكن شفنا لقطة، أو انتم شفتوا لقطة وتابعتوها، حتى لما تابعش المتشاط والبطولة، الاحتكاكات اللي حصلت بين جماهير الأوروجوي وكولومبيا، على خلفية مطش الدور قبل النهائي، لدرجة أن نيونيس طبعا نجم الليفر ومهاجم أوروجوي، اضطر أنه هو من ملعب المباراة، يتخطى الحواجز والصور المحيط بالملعب، وينط للمدرجات عشان يقدر يتمكن أنه هو يدافع عن عيلته في أمريكا الجنوبية، صحيح البطولة بتتلاها في أمريكا الشمالية، لكن في النهاية هي كوبة أمريكا، معظم الدول اللاتينية بتشارك فيها، وبالتالي عنف الجمهورة في المنطقة دي لا حدود لها. طيب، خلينا نروح لميسي طبعا نبارح للعالم كله شاف بكاء ميسي، بعد خروجه مصابا، يمكن كتير إحساسه طبعا مش قصة إصابة، بس إحساسه أن البطولة هو خرج والنتيجة صفر صفر في نص الشوط الثاني تقريبا، والأرجنتين استكملت المباراة، إصابته كانت واضحة بشكل كبير جدا، بعدما قلع الستادز وقلع يعني خرج من الملعب، بانت قد إيه رجله أصيبت يعني كان فيها ورم كبير جدا، دي لحظات بكاء ميسي، هل هي لحظات بكاء لخروجه من مباراة النهائي أو لعدم مقدرته أنه يكون حاسم في تحقيق لقب أخير قد يشهد ظهور أخير لميسي بتيشرت أو بقميص الأرجنتين؟ وارد، هل ممكن تكون فعلا آخر مشاركة لميسي مع المنتخب الأرجنتيني؟ ولا هيستمر البرغوت الأرجنتيني زي ما بيقولوا طبعا لكاس العالم 2026، دي احتفالات أرجنتينيين طبعا، منتخب الحقيقة قوام الأساسي ما هوش عملاق، لكن يحسب ليهم ويحسب اسكالوني قبل منهم، الحقيقة نجحوا في تحقيق لقب كاس العالم ولقب كوبا أمريكا، جيل يمكن مش أفضل أجيال الأرجنتين، قدمت قبل كده أجيال أخوى بكتير جدا، لكن هم الحقيقة على مستوى الانضباط والالتزام، والحب القائد الفريق ليوميسي، كانوا على أعلى درجة من التفاني، ونجحوا الحياة في تحقيق لقبين في سنة واحدة، أو في سنتين غالين جدا للأرجنتين، الأرجنتين أعتقد كانت تنفرد بصدارة الدول الفائزة بلقب كوبا أمريكا، بعد حصولها للقب الستاشر في تاريخها، معايا لقطتين النهاردة، أو تلت لقطات الحقيقة، بعيدا عن المطشات وبعيدا عن البطولات، معايا لقطة الأول من الدوري الفرنسي، أنتم عارفين حضراتكم أنه معظم دوريات العالم النهاردة خلاص على وشك البدر، وعلى وحدة وكالة الأنباء الفرنسية، الكلام طبعا على حقوق البس المتعلقة بالدوري الفرنسي الجديد، والتم باحة للبطولة ليج أم بس، اللي هي زي الدوري الممتازة عندنا كده، بمبلغ 500 مليون يورو، يعني تقريبا بنتكلم في نصف مليار يورو، مش القصة عندي أو اهتمامي مش مركز أو منصب على القيمة التسويقية للحقوق البس الخاصة بالدوري الفرنسي، على قد ما كان على رد فعل الصحافة الفرنسية، اللي شافت أنه المبلغ ضئيل جدا ولا يتناسب مع قيمة الدوري الفرنسي، لقطة أعتقد فيها مليون درس محتاجين نقف عنده، على رغم أنه يمكن مش من أقوى، هو طبعا من الدوريات الخامسة الكبرى، لكن ما هواش الأقوى ولا يقارن لا بالدوري الإيطالي ولا بالإسباني، ولا حتى أكيد طبعا بالدوري الإنجليزي، وبمناسبة كلامنا على الدوري الإنجليزي، خليني أخدكم لبداية موسم جديد، إحنا بنتكلم على موسم عندنا لم ينتهي بعد، أو مخطط لي ومقدر لأنه ينتهي في 17 أغسطس القادم، الكلام النهاردة على أنه بداية الدوري الإنجليزي إن شاء الله تبدأ يوم 16 أغسطس القادم، بمباراة هتجمع بين المان يونيتد وفولم، دي بداية السيزن الجديد للدوري الإنجليزي، ويوم 17 طبعا يوم السبت، معظم المباراة كلها، منها ليفربول، ويبسويتش، أرسنال، والولفز، وولفرهامتن، أفرتون في مواجهة برايتن، نيو كاسل في مواجهة ساوثهامتن، نوتينغام فورست في مواجهة بورنموث، ووستهام في مواجهة أستنفيل، وأعتقد هتكون فيه مباراة أخيرة بالزبت، كده فيه عندنا بانتفورد في مواجهة كريستل بارس، يوم الحد، وشيلسي في مواجهة المان سيتي، بداية قوية لبطل الدول الإنجليزي في مواجهة شيلسي، اللي دعم صفوفه بصفقات قوية جدا، ثم المواجهة الأخيرة في الجولة الأولى هتكون يوم الاثنين، 19 أغسطس، ما بين ليستر سيتي وتوتنهام أو سبورز، كل سنة، وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتوا بخير، ما كانتش فرحة التتويج بلقب جديد وبمنتخب إسبانيا لكورت القدم، لكن كانت فرحة كبيرة كمان بلقب غالي جدا، حققه صاعد الواعد كارلوس الكاراز، طبعا بفوزه ببطولة الوينبلدون، بعد مباراة واجهة فيها العملاق طبعا جاكوفيتش، ولكن تمكن من حسم البطولة واللقب لصالحه، وهو بس عنده 21 سنة لانتفاضة الشباب، الكاراز أو كارلوس الكاراز، هو أمير لندن وبطل النسخة الحالية من الوينبلدون، فأعتقد أن أسبانيا مبارح والأسبان عاشوا ليلة من أسعد الآلي، ما بين تتويج باليورو، والفوز بلقب بطولة الوينبلدون، عندنا كلام كتير عن ماتش بوكرة، موجة الأهلي ومودل سبورت، أخبار كمان عن منتخبنا الأولمبي، ومجموعة من التفاصيل والأخبار هتتبعوها معنا في السادسة بعد الفاصل. وبمناسبة عمر كمال، عمر كمال إن شاء الله طب منكم عليه بإذن الله يكون جاهز، طبعاً اختياره للقايمة من عدمه يرجع لمارس الكولر، لكن الجهاز الطبي يطمأن عليه بشكل كبير، وإن شاء الله بإذن الله ممكن يكون مشارك أو على الأقل تقدير تحت أمر مارس الكولر في مباراة بكرة، مودرن سبورت اللي هتتلعب إن شاء الله الساعة تتاع غدا. طيب، إيه تفاصيل أخبارنا النهاردة؟ تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها إيه معنا. بمناسبة لأكتر صناعة للفرص المؤكدة وعشان يعني نحسم حالة الجدل يعني. قبل البطولة دي، لو سألت أي حد، أي حد، بيتفرج على كرة يعني مش خبير أو مش محلل أو مش ناقد رياضي، يعني مش محلل فني أو مش ناقد رياضي، متابع عادي يعني. سألتوا كده إيه رأيك أو مين الأقوى أو مين التققع أنه يلعب دور فعال مع منتخبه في إنجلترا؟ وحطيت مقارنة كده بين أسماء المنتخب الإسباني، فقلت له عندنا لعب اسمه أولمو وقدامه تلاتة مهاجمين جناحين ورس حاربة، واحد اسمه لامين يامل، واحد اسمه نيكو ويليامز، وقدامهم رس حاربة اسمه ألفارو موراتو، في مواجهة هاري كين وفيل فادن وساكا، ومن وراهم جود بيلنجهام، تفتكر الإجابة ممكن تكون إيه؟ تعال بقى ارجع الريكورد بتاع البطولة، وتعال شوف قدرة المنتخب الإسباني بالشباب الصاعد الواحد ده، على الصناعة والتسجيل قد إيه؟ وتعال نشوف الرباعي الملهم في إنجلترا، على فكرة أنا من عشاء في الفادن، يعني بشوف في الفادن واحد من أهم أجناحة العالم، لكن الحقيقة سوق التوظيف، وأوقات كتير جداً بيبقى معاك القماشة، الكواليتي، اللعيبة اللي عندها إمكانات كبيرة جداً، لكن للأسف سوق الإدارة الفنية، وأنا بحمل ساوث جيت بنسبة جيدة زي كل الناس الحقيقة، ومش عارف إزاي الاتحاد الإنجليزي لسه بيفكر، يعني الكلام اللي طالع بعد انتهاء اليورو أنه مصير ساوث جيت خيد البحث، أنت لسه هتفكر، أنت لسه هتأخد قرار، أعتقد أنه رهان إنجلترا على فرصها في كاس العالم، يعني مرتبط بشكل كبير من وجهة نظري بإيجاد مدير فني يليق الحقيقة بالجيل ده من إنجلترا، اللي ما أعتقدش أنه فيه أي جيل تاني، لا جاسكاين ولا ديفيد داكهم ولا حتى جاري لينيكر، كلهم أجيال كانت محترمة جداً في الكرة الإنجليزية، لكن ما أعتقدش أنه كان فيه جيل متكامل قدمته إنجلترا في كرة القدم، زي الجيل الموجود حالياً، نروح لأخبار الأهلي، والنهاردة على مدار الحلقة إن شاء الله، طبعاً عندنا مطش مهم جداً بكرة الساعة تسعة قدام مودرن، المواجهة مؤجلة من الدور الأول، أعتقد أسبوع السبعتاشر، وبالمناسبة مودرن هنلعب بكرة ولا نختم معا مشوارنا في الدولة، يفعل لقائيين حياة في منطقة الأهمية، ويمكن زي ما تكلمنا وهنتكلم النهاردة بالتفصيل أكتر طبعاً مودرن مع كابتن طلعت يوسف عاملين شغل كواس جداً، وفرق دايماً، واحدة من الفرق اللي بتيجي قدام الأهلي بتلعب مطشات كبيرة، دوافحهم مش كبيرة قوي، هم أهدأ عصاباً، مركز رابع، فبالتالي شو، يعني بالنسبة له مباراة الأهلي شو كبير جداً، ما عندهمش ضغوط زي مثلاً ما بتقابل الأهلي أو الزمالك الأهلي وبيراميز الأهلي والإسماعيلي الأهلي والمصري، وإن كان الأهلي معظم مطشاته اللي جاء هتكون مطشات صعبة جداً، بارح كان راحاً نهاردة التمرير الرئيسي والتمرير الأخير، واللي هيتحدد فيه بشكل كبير هل عمر كمال ممكن يراهن عليه ميستر كولر في مباراة بكرة، ولا ممكن يبقى بره الحسابات، لكن هو من ناحية الجهازية زي ما قلت لحراركم، قصة كلها كانت نازلة معاوية يعني، وراح المستشفى والجهاز الطبي كان موجود معاه، والحمد لله خرج من المستشفى يوم السبت، فبالتالي إن شاء الله يكون جاهز لمباراة بكرة، واحد من أهم الأوراق اللي بيراهن عليها جمهير النادي الأهلي في الفترة اللي جاية، لعب مؤثر وجوكر وعنده روح الفانيلا الحمرة، وصفقة من أهم مستفقات اللي عملتها قدرت الأهلي الحقيقة الموسم الحالي. طيب خليني أقول لكم كم من مناسبة، خلينا مع الأهلي الأول، طبعا عندنا خبر أنه الأهلي بيعلن عن تعيين ديمتري ليبوف، مدير فاني لكرت القدم النسائية، وبيعلن أنه مدة التعاقد معاه حسب ما أكد أمير توفيق القائم بعمال مدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرت القدم، هتكون ثلاث سنوات، سيرة الزاتية محترمة جدا، هو مدير فاني بالمناسبة صغير في السن، لكن السيفي بتاعه محترم، يعني بنكلم على مدير فاني عنده 40 سنة تقريبا، لكن الشتغل فاندية كبيرة جدا منها نابولي، منها بوردو الإيطالي، منها ليون الفرنسي، وكان ليه كمان تجربة مع منتخب المغرب للناشئات والسيدات، ويمكن ترك مهمته كمدير فاني لمنتخب المغربي في نهاية شهر مايو الماضي، والأهلي اتفق معاه أنه يتولى مسؤولية فريق كورت القدم النسائية لمدة ثلاث سنواتنا، نتمنى لكم طبعا كل التوفيق، طيب، نروح للهانبول، النهاردة كمان الأهلي أعلن عن تعيين ستيفن مادسن كمدير فاني لفريق الأول كورت اليد، ويمكن كان فيه مؤتمر صحفي، حضره كابتن خارد العوضي طبعا، واتكلم فيه على التولي طبعا ستيفن مادسن المسئولية، ورهان إدارة النادي الأهلي على المدير الفني الجديد، وتطلعاته إن شاء الله للمرحلة اللي جاية، وخصوصا أن فريق الهانبول حياة في السنوات الأخيرة قدم مرضوط كويس على مستوى الألقاب، وكان فيه تطور كبير جدا في فريق الهانبول، تعالوا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي، ونرجع لحضراتكم. النهاردة أكيد كل الناس بتسأل الرجل وصل مصر إزاي أو اختارنا ليه المدرسة الدماركية، مدرسة دينماركية دي من أهم المدارس اللي موجودة في كورة اليد، مع المدرسة الأسبانية، الدينمارك أبطال عالم، أولمبيات، بيقدموا هانبول مختلف شوية عن العالم، عندهم تقريبا زي مصر عندهم الأجرسيف جدا جدا في سلوب اللعب، قدرنا توصل مع أستار تعطول مع ميستر راسموس، هو وكيل أعمال ميستر استيفان، بدأ المفاضات دي من قبل الرجل ملعب الفاينال بأسبوع تقريبا، بدأ المفاضات دي أخدنا في المفاضات فترة، شوية كويسين، لكن فعلا أنا شايف المفاضات كتت سهلة جدا جدا جدا، إن شاء الله أتمنى لطموحنا أسكن جماهير النادي أهلي، أنا أعرف جماهير النادي أهلي مواندهاش، يعني لا ينقطع طموحها، عايزين كل بطولات، معايا وبي بإذن الله هنحقق بطولات، ونستكلم بسيرة ديفيد ديفس، والنادي الأهلي دايماً على الخليطة العالمية، مع المدربين العالميين، وإن شاء الله بإذن الله، والذي جايه أحسن أنشاط رياضي، بطمن كل جماهير النادي الأهلي، لآخر كلمة أقولها، وطمع جمهيري النادي الأهلي دائما هو أبدا إن مجلس إدارة فعلا ويعني لو كنا في السوشال ميديا بشوف حاجات كتيرة وكلام كتير لا بأكلم بصراحة شديدة هم سابورتي 100% سابورتي دائما ندل أهليت حتى خريطة العالمية عشان خاطر الطموح جمهيره طبعا في الأولى بشكر المقدمة بشكر الكابتير خائد على المقدمة لجمهيري دي وأنا سعيد جدا وأنا سعيد وعنده شعب كبير موجود في النادي نهارده نادي من أقبل أندية أكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي نادي كبير وأنا عندي طموح لأهم حاجة كبير طبعا سعيد جدا وصرفنا يكون في نفس النادي مع كابتن بيبو واحد من أفضل الأفضل الصحاربة في التاريخ يعني في تاريخ أفريقيا في تاريخ العالم سعيدنا يكون معاه في نفس النادي دا حاجة شرف كبير لك وعندما أرأيت كابتن موتاجي كابتن علاواري فور مستوى التاريخ المتعب في التاريخ طبعا بيشكر بشكر الخائد موتاجي وكابتن خائد عودي على المفاوضات من المنتهى الرقيه وكانتهيله وكانتبعه حاجة من أفضل حاجات الحصارة المعافي كاريه بتاعه في ما سيرتو وحاجة ذاكية بتنصر قد ايه الناس دي على مستوى عالم الاحترافية بتنصر برضو بتعكس احترافية النادي في التفاوض فهو بيشكرهم جدا على التقاوض الثالث وكان على مستوى عالي من الاحتراف الناس بيسألوا ليه اخترت النادي الاهلي واخترت مصر عشان تيك اتمرأ فيها انا شفت الجماهير حاجة مبهرة وحاجة اتشرف انا اتشرف ان انتامي للنادي بجماهير زي دي وانا بوعد الجماهير لحبز القصارى قصارى جهدي وكل دقيقة عمل عندي في النادي كل عندي علشان خلي النادي يتقدم اكتر واكتر وحقق انجزات اكبر واكبر للنادي والتيم للفريق والجماهير واللنادي نفسه تجوز من المؤتمر الصحفي اللي شاهد تقديمي المدير الفني الجديد للفريق الاول للهانبول ستيفن معتسن ونتمنى له طبعا التوفيق خلفا لديفيد ديفيدز ونتمنى ان شاء الله واضح طبعا يعني اعتقد ان سمعة الاهلي النهاردة جماهيرات الاهلي على مستوى العالم بتساهم او بتسهل بشكل كبير جدا في استخدام الخبرات والاسماء سواء على مستوى الممارسة كلعبين يعني او حتى على مستوى التدريب كمديرين فني خليني يقول لحضراتكم مبارات مصر واوكرانيا منتخبنا الاوليمبي اللي تلعبت امبارح طبعا تجربة روجيرو ميكالي الاولى تجربة الودية او التحضيرية لمشوار الاوليمبياد انتهت بنتيجة واحد واحد وكانت الى حد ما مرضية على حد التصريحات اللي جاية يعني من روجيرو ميكالي بالنسباله يابد انتبقى لي مواجهة تحضيرية اخيرة هتجمعه ان شاء الله بالعراق يوم الاربع يوم سبعتاشر وهتكون اخر محطات التحضير والاستعداد للمنتخب الاوليمبي قبل ما يبدأ المشوار بشكل رسمي ان شاء الله وده طبعا اللي نتمنى له فيه التوفيق وهنتابعه طبعا مع بداية الاوليمبياد وبعثة مصر الاوليمبياد طبعا فيه اللي بتشارك فيه كل الالعاب سواء كانت فردية او جامعية نستقبل ضيفنا النهاردة فيه السادسة المحل الفني ورياضي كريم سعيد هيكون ضيف علينا في السادسة لكن بعد الفاس لوس ريس ده الاورو بنتي كواترو هكذا عنوانة الصحف الاسبانية تتويج المنتخب الاسباني واعلنوهم ملوك اليورو 24 بس تسيبك من الالوان وسيبك من الجنسيات وسيبك من اسماء المنتخبات بشوف انه انتصار افوز اسبانيا هو انتصار للكرة الممتعة انتصار للمواهبة والمهارة على حساب الاسماء والكرة التقليدية الكلاسيكية انتصار للمتعة انتصار لكل عشاء كرة القدم في العالم اللي اعتقد جزء كبير جدا منهم كان متعاطف وكان بيشجع منتخب اسبانيا مش بس في مباراة النهائي لكن كمان من بداية البطولة دي حاجة اعتقد اشتركت فيها انا وضيفي النهاردة كريم سعيد اللي بشرفني في سادسة في تشجيع اسبانيا ومسندتها لغاية محاقات اللقب اعتقد كتابة صدمة الحقيقة كبيرة جدا انه منتخب اللي قدم الاداء الرائعي ده كريم مايفص باللقب والبطولة مساء الخير واهلا وسهلا بك اولا مساء الخير يا حمد مساء الخير لكل منتابعي قناة نادر الاهلي ومؤتفة جدا جدا معاك كل امانا اسبانيا منذ بداية البطولة كانت هي المنتخب الافضل المنتخب الاكثر سباتا على الاداء المنتخب الامتع في المنتخبات كلها المنتخب الانجليزي مش عايز يعني اقاصي عليه ولكن هو يملك اقوى سكواد اقوى قايمة صحيح نشوفها ممكن نشوفها الانجلترا في السنوات الاخيرة في تاريخ انجلترا كلها كل امانا المنتخب بيصل لي فاينال يورو للمرة التانية على التوالي ازمتهم كانت واضحة جدا 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 في جالس ساوز جيت الازمة دي هم عارفينها والاعلام الانجليز تكلم عليها كتير وفي وجهة نظري هو جالس ساوز جيت عنده اعتقد عنده مشكلة مع اسلوب لعب جوارديولا مع السيتي ويورجين كلوب مع ليفر بول فهو حب انهو يبدع طريقة لنفسه في وجهة نظري هو لو كان عمل زي او الله هو لو كان عمل زكات حسن شحالتا مسلا في الفون 6 لما عمل يعني ايه كوبينج وبيستنج لطريقة جوزي مع الاهل ساعتها باللعيبة بكل شي خلاص ليه انهما متعودين اي انا بقى عايز احط التاتش وعايز احط اللمسة بتاعتي في المباراة وحتى هنتكلم عليها يعني بس انا اشوف واتفق جدا جدا معاك المنتخب الاسباني وطبع لازم يعني برضو نوجه اتحاد دلافونتي بصراحة مدير فني كسب يا جماعة اوروبا مع منتخب تحت 19 وكسب اوروبا مع منتخب تحت 21 خاد ميداليا برونزية في توكيو 2020 وبنفس اللعيبة بنفس المجموعة خبيهم اليورو الكبار فطبعا انجاز تاريخي ما اعتقدش حصل في التاريخ اللي بتقدمه اسبانيا ده ظاهرة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني لانه هي مش قصة نهائي وقصة التتويجة على حساب انجلترا لكن لما تبص على مشوار اسبانيا في البطولة كمان تلاقي انها وجهة كبار اوروبا كلهم يعني على عكس من انجلترا اللي كان مشوارها او طريقها مفروش بالورود زي ما بيقولوا مفيش اسهل من كده عشان توصل للنهائي اسبانيا وجهة كرواتيا وجهة ايطاليا وجهة المانيا وجهة فرنسا ثم وصلت للمباراة النهائية وجهة في انجلترا فتقريبا مفيش منتخب كبير في اوروبا يعني ممكن اقول هولندا هو المنتخب الوحيد او بلجيكا مثلا او البرتغان دول المنتخبات اللي كان فاضل بس اتعدي عليهم عشان تقول انا استحق فعلا انا اكون وفي اسوأ حالاتهم وفي اسوأ حالاتهم صحية فالحقيقة الظاهرة دي تفسيرك لها ايه تاني هي بتثبت المنتخب الاكثر استعدادا للبطولة المنتخب الاكثر ثباتا في المستوى انا بقول لك برضو يا احمد المجموعة دي بتلعب مع بعض يعني دي لفوينتي واخدهم من هم عندهم 18 سنة اي يعني اغلبية طبعا بعيدة عن لمين يمال يعني بنتكلم على فعلا يعني الطارف اول سنوي بياخد يورو يعني فالبقية المجموعة كلها بتلعب مع بعض حاليا بقالهم حوالي من 5-6 سنين فانت بتتكلم سيكبار من الفنيات اي انت بتتكلم على ثقة وعندهم يعني شخصية في الملعب بطريقة فزيعة جيدة حتى ايفل لما داني كاربغال غاب عن مباراة فرنسا نزل نفس خسوس نفس انت مش حاسس مش حاسس اي انا حتى كنت بقول في البداية يعني في مطش مبارح على سبيل المثال ومش بس مطش مبارح حتى في مباراة فرنسا انت بتواجه واحد من اقوى خطوط الهجوم امبارح هاري كين مع فيل فادن مع ساكا ومن وراهم بيلنجهام بتلعبهم بلعيبة تقريبا نصهم مخلصين كور يعني لابورت ناتشو قبليل لنورمو لعيب مع كامل احترام يعني محدش كان يسمع اسمه قبل البطولة مع كو كوريا المتواضع ما هوش يعني ظهير ايصر عالمي بس مع المنتخب اداء مختلف معاك بس انت بتواجه افضل او اقوى خط هجوم صح بس عايز انا كنت عايز اتكلمك في الحتة دي ان طبعا جالس او اسجيت عمل كارثة فنية في مبارحة كل كارثة فنية انا مش قادر اسميها غير كده وبيباريك قدين هو جوه قرارة نفسه رجل عنيد وانسان لا يؤمن غير بافكاره وبطريقته الشخصية قبل المباراة دي لما كنا بنتكلم على تحليل فاينل اي حد شايف اداء منتخب اسبانيا واصلوب اللعب هو قريب قريب من اسلوب تي كي تاكا برشلونة و تي كي تاكا جورديولا مع السيتي قريب فالقاء بتلعب بنفس الانستاير استحواز ضغط انتشار واحدة من التاكتكس اللي اسبانيا عملت عملت عملها من بداية البطولة والنس كلها شايفها بس محاش عايف يوقفها هي دي لفو انت بيوقف اتنين اتنين الجناحات بيوقفهم وضهرهم بضهرهم يا احمد على مشارف منطقة جزائم ونافس وبيخلي فيه اتنين قدامهم جايين من خط الوسط بيسند عليه الاثنين بصين لبعض اه ومن اللي بيختارك لعيه بخط الوسط مش المهاجم شفناك تلك جدا جدا مبارح وعملها اولمو مبارح عملها كذا مرة وانفرض وكان هيجيب اكتر من هدف بنفس الطريقة انت شفت اداء متخب اسبانيا وبتحضل المبارح الفاين الف بي الف بي السكواب بتاعك القايمة اللي انت تختارها المبارح النهائية هاريكين برا الف بي اول حاجة هنقولها هاريكين اوت ده مش متشك تعدك ليه لان المباراة متخب اسبانيا لما يكون معاك مهاجم صريح فارع في الطول وبطيء في الحركة هو اوتوف جيم اوتوف جيم مهما تظن انه يعمل لك بشخصيته بتزديداته مش عارف بايه دي كلها حاجات امور استثنائية مفيش قاعدة ليه انه هتحصل طب الطبيعة تعمل ايه معاك واحد برا اسمه بالمر بالمر طبعا من ايام كان مع السيتي اللي بتفاجع دول انجليزي طبعا وابدع وين طشر فيه واحد من افضل لعيبت انجلترا بصراح نعم والبالمر كمان مستو انهو بيلعب سي اف يعني بيلعب الفولتس ناين بشكل كويس جدا اي واحد زي ده ببساطة اهو اللي ابدأ بيه زي بالزب عارفك ليه انشلوتي بكل امانة ربنا يا سبحانه وتقال بيوفقوا في مباريات الناس تقول لك ايه لما لعبش اه هو بيلعب بطريقة معينة بس هو جنب شخصيته جنب كبرياءه على جنب هو خد القرار الفني اللي يفيد الفريق هروح لعب السيتي في الاتحاد امشى بمهاجم صريح انا هعتمد على اثنين على الطرف والريال مدريد هيدافع مئة وعشرين ديئة ولا كرامة ولا بتاع صحيح لفت نظري جدا يا كريم فكرة الشخصية دي يعني انت انت بتلعب بطولة كبيرة بشوفها انها من حيث الصعوبة او التنافسية النمرة اثنين بعد كس العالم ما تهيليش ان فيه بطولة اقوامة حتى كوبة امريكا ما داشتش بتلعب او بيزر في البطولة دي خمس او ست منتخبات عندهم من حيث الاسماء والسكواد امكانيات واضحة وصريحة المنافسة علاقة معك مجموعة من الشباب هنا انت ولعبتش على مبدأ تكسب لا تلعب يعني انت لعبت على مبدأ انا منتخب عندي شخصية صحيح وقادر اواجه الكبار ومش بس اواجههم وافرد اسلوبي عليهم في كل المتشاط لعبتها اسبانيا مع منتخبات كبيرة قدرت تفرد اسلوبها بشوية لعيبة صغيرة الشباب دول صحيح الشخصية هنا كيف تصنع وليه اسبانيا بالذات في السنوات الاخيرة يعني ايطاليا مثلا مش قادرة تعمل ده منتخب يعاني لسنوات وسنوات انجلترا بالسكوادر اللي عندها ده كل واهم دوري واهم نجوم العالم والنهار ده عندهم منتخب في كل مركز فيه لعيب واثنين على اعلى مستوى مش قادرين يعملوا ده اشمعنا اسبانيا او ليه اسبانيا من وجهة نظر عشان عقلية التخطيط في اتحاد الكرة واللي بيخططه للمنتخبات الاسبانيا مش التخطيط للمنتخبات كلها واوع احد يا جماعة يظن في كلامي ان انا مثلا يعني بلمح لحاجة عندنا هنا ولا حاجة لا انا بتكلم على اسبانيا بس بكلم على اسبانيا في اسبانيا هدي كوت كده كان استخدمه ديل بوسكي في عام عشرين عشر لما كان مدير فاني منتخب اسبانيا لما كسب المونديال في جنوب افريقيا قال احنا معناش ميسي بص الكلمة قال لك احنا معناش ميسي وميسي هو ايكون ببرشلون واللاعب الجوارديولا بن عليه بتاع الفريق احنا مجبرين نخلق بديل لميسي لان احنا هنلعب بنفس الطريقة المنتخبات اسبانيا هتلعب بنفس الطريقة وبالفعل تم استخدام اتنين اللعبها وقتها لو تفتكروا ديفيد فيا كان برضو لما راح برشلونة بدأ يتم استخدامه في مركز المهاجم الواهمي بالضبط والتاني كان فابريكاس وفعلا منتخب اسباني بدأ كسب الكاس العالم 20 وكسب يورو 2008 وكسب يورو 2012 بنفس الستايل بعد انتهاء الحقبة وخلاص وإشافي وإنيستا اعتذر هم ما تخلوش عن السيستم فضل السيستم تكمل وبانوا جيل بتاعديل الفوينتي قعدوا فترة خرجوا انه ما عندهمش ناس خرجوا بره التراك شوية وأسبانيا واجهة ببعض الصعوبات في حتى لما تغلبوا لو تفتكر مبارات شهيرة قدام هولندا لما تغلبوا خمسة واحد في مونديال البرازيل بعدها الفريق بدأوا يعملوا الجيل بتاعديل الفوينتي دا الجيل دا هو الشبيه بي الجيل بتاع عام 2008 غير 2012 وبدأوا نشتغلوا عليه دايما بتسابق يا أحمد التخطيط التخطيط انك بتحط خطة طويلة الأجل وبتشتغل عليها وإحنا عايزين نوصل لكزا المنتخب بتاع تحت 19 سنة وهو بيكسب أوروبا محافظين عليه خلي بالك إحنا في مصر دايما عندنا متخبات بتاع بتيجي في سنة صغيرة وكويسين لأنت بحظك انت هو الجيل بتاع زي بس جيل جيل كابتن شاو الغريب لو نفتكر 2001 تلت كس العين الجيل دا كان يفترض ان هو مرشح بقوة مش الوصول مش الوصول لأولمبياد أتينا 2004 لا كان مرشح للمنافسة على ميداليا لو انت بتكلم اي منتخب في العالم او جبت اي مدير فني في العالم بساعات تقول شايف المتخب دا اللي هو وسط الخد برونزية يقول لك يا خبرة بيد لو راحوا لأولمبياد دول دول هينفسه تخيل تخيل المنتخب ده خسر تصفيات أولمبياد أتينا الست مطشاط الست مطشاط مخدش ولا بونط كنا ساعات في مجموعة السنغال وتونس والمغرب مخدناش ولا بونط في المجموعة ده بسبب ايه ان انت بيحصل لك فجوة ان اللعيب الصغير ده خلي بالك نقطة مهم النقطة نفسية اللعيب الصغير ده لما بيحقق انجاز كبير جدا 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 هو بيظن هو كشخصية مايقدرش يستحمل ده انت بتتعامل معاه كأنه نجم منتخب اول زي بزداب بزداب بوش بقا لميليمان الراجل بيصوروه في قطو قاعد ماسك كتاب العلوم اللي احنا اوه والله العظيم والله العظيم قاعدت كتاب العلوم وبتصور وهلعب behöver يسألك او انقلك من منتخب اسانيا وتجربة اسمانيا بينما ان احنا عندنا كلام على منتخب مصر هل شايف انه التجربة دي يعني مش عايز witness اقول او حط لكن هل ممكن تقول إنه المنتخب الأوليمبي اللي هيشارك في أوليمبياد باريس وهيلعب كمان عشر تيام دول ولا؟ آه عشر تيام تقريباً نعم يقدر يكون نوال مشروع كده ولا القصة محتاجة تحقيق لها؟ آه 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 الجيل ده كويس الجيل ده كويس آه وعايزوا بحاجة ميكالي ده مداريب كويس رجيرو ميكالي أنا بحبه جداً وبحب بطولية لعبه وبحب السيستيمه وبحب وكل أمان لما تبعتهم في بطولة أفريقيا في المغرب منتخب قوي طبعاً منتخب مغربي منتخب محترم ولكن منتخب المغربي فعلاً نال اللقب بسبب حالة الطرد آه محمود صبر ساعد إحنا منتخب مصر بدأ المباراة حالة القدسة بتفرج على الملخص بتاحها مش ممكن وان سايد جيم بتلعب مغرب في المغرب وان سايد جيم أول ربع ساعة غيرت لنبت الهدف بتاعك وبقية حالة الطرد قلبت المباراة عليك وحتى رغم الطرد انت فضلت عندك حجمات خطيرة على المغرب منتخب أغريبي فالجيم ده كويس بس يجب أهو يجب وجود معد نفسي دايماً مع الجيل ليه؟ عشان الدماغ تفضل ماشي على التراك بتخرجش بره ان الولاد الصغيرين دول في السن وانس وانهما بياخدوا شهرة صغيرين لسه آه طبعاً صغيرين طبعاً يا ملمين يا مالو نيك وإليام زل إيه طبعاً لأ حملي الكلمة عمتخب قليم تتكلم على عيبة نجوم فرقها في الدولة ومنهم اللي عبوا منتخب مصر أول والله كلامك صح بس تين معاليش برضو عارف هقولك إيه نتكلم يعني بصراحة احنا حجم التطور وعند إحنا متأخرين شوية عن العالم الخارجي لتس ايه أنا هبقى متفائل يعني هلني هنقول عشرين سنة فكرة القدر في كل حاجة فكل حاجة فإحنا لازم تقيسع المكياس تكلم متفائل أو الله خلينا نقيسع المكياس ده فإنت لازم الولايات بتوعك تبدأ النهاردة تشوف بره ببساطة أنا عايز تسؤولي أنا آسف يعني هي الكورة أصعب من الفيزياء أو أصعب من التركيبات الكيميائية أسبانيا بتقول لا لا موضوع بسيط على فكرة لا 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 أنا آسف الموضوع بسيط لو معنا دكتور يعني بتاع كيميا بتركيبة تركيبات أدوية وكده هقولك أنا آسف لا الموضوع عندي أصعب من عندك أنا عندي التجارب سريرية وعندي مش عارف إيه وإيه 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 وموضوع صعب موضوع معقد لا هم ببساطة لما بيقولوا إيه الصح بينفزوا أنا النهاردة عندي الجيل ده عايز أحافظ عليه يبقى لازم النهاردة أمنعه من حاجتين أوما الشهرة والفلوس يبقوا في إيده لازم يتحموا منه لازم يتحمي بفي حماية أنت لازم تتحط في سيستم أنت رياضي زي رونالدو كده لما تشوفه رونالدو بيتكلم بيقول لك أنا من سن كذا غاية دلوقتي نفس اللايف ستايل أنا ماشي عليه مبغيروش ليه؟ لأن أنا بحب ألعب عشان طهر الثلاثة الأرياضي وتحافظها على نفسك لازم أنت عايز أنا آسف لنا آسف بكبع المنتالي في لعيب مصر يقدر يامي ده الواحده أنا بقى أنا موزيع وانت لديه محمد صلاح عمل ده الواحد حلو تمام كمجوريتي أغلبية لا طبع يعني محمد صلاح يسسنق تمام وبالتالي أنت عشان محمد صلاح مجتهد يعني محمد صلاح نجح لأنه خارج المنظومة بس برضو هنقول حاجة محمد صلاح جات له ناس ساعدته لمحمد صلاح بازل ومحمد صلاح تشيلسي في الأول لما كان في مجموعة من الناس بتدله حياته مش هم هم اللي قادروا له حياته لما راح في رونتينا وراح روما وبعا كان ليفربول صح آه صح لا أنا معرفش المعلومة أنا أقول لك معلومة كان في مجموعة من وكلاء اللاعبين المصريين بيديروا أمور محمد صلاح وهو في فازل وهو في تشيلسي أول ما كان مع مورينيو كانوا مصريين منذ تحول محمد صلاح للشركة الخاصة برامي عباس تحول محمد صلاح داخل وخارج الملح آه دي ملف كبير قوي مش بلون كان في لعيب نتكلم في براند اسمه محمد صلاح ماشي فالحطة بعيدة عن أمور تانية خارج الملح فالتاني وفي لعيبة كرة بالمناسبة كتير آه يعني كان أنا كنت بشوف كده كان ممكن يلعبوا في أكبر الأندية وكانوا يعمل مشوار زي محمد صلاح كتير أو يعد علينا في مصر بس ما حصلتش عشال عقلية فبالتالي لو أنت نرى بتتكلمني على الجيل بتاع المتخب الأوليمبيق الحالي آه بس تجربة صلاح غيرت أكيد نزلة الأجيال اللي جاية صح بس محمد صلاح ايه قوته في الاستمرارية الاستمرارية صعبة ايه انت ممكن تفلورش ممكن تبداعها مرة مرتين السؤال تقدر تضمن إبداعك عشرين مرة دي صعبة ليه عايز الاستمرارية ايه ممكن اقول لك ايه يلا النهاردة كابتن انت مطالب بالنوم الساعة 9 بالليل ايه عشان تصحى الساعة 5 الفجر تقوم تصلي وتفتر وتاخد أشاعة الشام وفيتامين بي 12 واخدك في ليلة كده ايه ده طبعا اه ممكن اعملها يوم اعملها يومين لكن ما تبقى ده كل يوم ما اعمل كده يا خي سيدني شمي نفسي شوية عايز اخرج عايز اتفسح بالليل عايز اخش السينما عايز اخرج مع صحابي live style يا احمد ده دي فكرة انت ايه الفكرة انت عايز ايه الهدف عندك الولاد دول لو حققوا حاجة في الاولمبياد احمد بيكلم على لعيبة نعم لو كلمنا على تقريبا القوام الاساسي سيبك من لعيبة اللي فوق السن اللي هي زيزو والنيني انا بكلم على لعيبة الصغيرة يعني الولاد دول لو حققوا حاجة في الاولمبياد دي نعم نتمنى طبعا للينا انه يبقى ناوية طبعا في تاريخنا يبقى في حاجة ميدالية اولمبياد احنا اقصى حالة وصلنا لها دور التمانية مرتين بالزبط لكن ما حققناش ميدالية لا فقصة الميدالية ده حاجة انجازها يعني هيفرح الناس طبعا كاس العالم 26 صحيح السؤال هنا نعم ومعظم اللاعبين زي ما قلتلك قائم اساسي غالبا هم نجوم في فرقهم النهاردة نعم يعني لما قللك احمد نبيل كوكا نجم في نتيلا طبعا لما قللك ابراهيم عادل طبعا نجم في بيرمز محمد شحات محمد شحاتة نجم في الزمالك نجم في الزمالك طبعا لما قللك مصطفى سعد ميسي نعم يعني كلهم الحقيقة نجم في فرقهم صحيح هل تتوقع انه يبقى الاول مرة في جيل كامل تتاح لي فرصة الاحتراف وانه الاندية بتاعتهم تسمح انها او توافق على فكرة انها تستغنى عن جيل يبدأ مشواره في السن ده في ملاعب اوروبا يعني طبعا اكيد هو على حسب استفادة الاندية عشان نكون صرحة ان في الاخر العيبة دي مرتبطة بعقود مع انديتها وفي الاخر انتحاد الكورة ومنتخب مصر ما لديش علاقة بالعقود دي سألك سؤال قبل ما تكمل اجابتك المقاولين استفاد من محمد صلاح لغاية الوقت قد ايه كتير كتير بس في النقطة مهمة نادي المقاولين طبيعة النادي كالتاس محلوب ده اي يعني مثلا النادي الاهلي كمثال ما يقدرش يطبق نفس السياسة لانه نادي هو من كبار اندية العالم نادي الاهلي كمنظومة النهاردة برا بيحطوه يعني انا اسف راس براس راس براس بريام ما ديت في اوروبا يقولك الاهلي هو ريام ما ديت افريقيا سانداونز نفسه يعني سانداونز نفسه هو شوف المنافس الاشرس لنا في السنوات الاخيرة هو يقولك انا مش دي الاهل لا انا ما عنديش امكانيات الاهل بس اشان انا معاك ان طبعا ان اللعيبة تحتلف اوضاع افضل في اوروبا وكل شيء لكن مش ده الشرط لا المهم اللي حفاظها عليه طب انت ممكن لعبت لعوروبا انا اسف يعني وما يلتزمش انا اسف يعني عمر زكي من اسرع من اسرع المهاجمين اللي سجلوا عدد اهدف وما عدد مقردت ده كسر الدنيا او المرافل كلنا فاكرين الهدف الشهير في مرمى ليفر بول في انفل طب عمر زكي رجع ليه كان مع ويجن وكان مدير فاني ستيفان بروس هل ساعتها عمر زكي كان بيرعب وحش لا ستيفان بروس حتى قال قال مشكلة عمر كانت في الثقافة واللغة والتعامل فهذه فكرة فكرة مش للأحراف بس لا خالص فكرة في انك تعالي عايز تحفظ على اللعيبة نفسها اللعيبة نفسها يعني اتحاد الكرة مثلا مثلا فوق نظري هو يقدر يتعامل مع هذا الجيل يقول لهم يا جماعة لها انتو تحت الرقابة بتاعتنا اه انت معنادي بتاعك اوكي وهنتابع بس تحت الرقابة بتاعتي انت بتعمل ايه تتصرف ازاي عايش ازاي مهتم بنفسك ولا لأ كل الحاجات دي لازم انا ازل تتعمل بالاجبار اي دلوقات في السن الصغير ده ببساطة كده يا حم ببساطة لسه بتقول سن الصغير باره صغير 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 لأ في ايده عشرين ميليون جديد اه طول هيرروح يجيب العربية نفسه فيها وعايز يخرج بيها ولا يجيب العربية جراشها لا بس هو الفكرة مش بس يعني الفلوس يعني بتهايلي الفلوس جاي جاي يعني اللعيبة في سن ده لازم تبقى فاهمة كويس جدا انه طول ما انا ناجح وطول ما انا مخافظ على مستوية الفلوس هتيجي هتيجي احمد عمش بنفس الاهم بالنسبالي هو ان انا الموهبة اللي ربنا ادهايلي او الفرصة اللي جاتلي وفي ملايين غيري بيحلاموا بيها جميل اعرف استغلها وعرف اعمل اسم وعرف اكتب تاريخ وعرف اعمل حاجة عيش عليها العمر عمش ماريو بالوتالي ده كان واحد من اعظم اللعيبة اللي جات في تاريخ ايطاليا اكيد وماريو بالوتالي كمعا كلنا نفتكر يعني عمل فاتر من فترات اداء مزهل مع المتخب الاطالي لكن كاوفر اول بطع عمرك ما بتدي ماريو بالوتالي كمثال للعيبة الصغيرة في اوروبا عمرا وانعنزوا لحاجة تانية همشي الزوف اللي بتحصل لنا دي بتحصل لهم برا ولا احنا يعني احنا في كوكب منعزل بتحصل لهم يعني هم التجارب اللي احب مر بيها دي التجارب هم مروا بيها اي تلما نشوفهم عملوا ايه ها 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 ندعي دماغنا ليه نشوفهم هم عملوا ايه يا جماعة انتم عملتوا ايه ببساطة اتحاد الكورة يبعت بعصة لأسبانيا بعد نهاية اليورو ده يبعت مجموعة المداربين ويصف عليها بدأ ما احنا هم ضيعين فلوسنا على السفريات والبرديم والحاجات دي كلها تعالك اي طلع بودجت طلع مجموعة المداربين المسكين متخبات الناشئين والشباب طلعوا حمودي ومسفاني يا جماعة انتم عملتوا مع الجيل ده ايه من سعب ما كانوا عندهم طموشور سنة ويعلمهم ويجوا هم يقلوا التعليم ده للعيبة عندنا ويبنوا بدأ ما احنا عادينا عمين نتخانق على السفريات مين رئيس بعصة مش عارف ايه ومين رئيس بعصة ايه بس في الاقوة اول حاجة كلامنا ده عارف مهمة ليه ان احب نتكلم على حقبة جديدة من انتخابات اتحاد القرى رهيبة طبعا يعني او الاعلام اتكلم عن موضوع ده اللي هيجوا جداد اهما ايزا جون جداد اللي هيجوا جداد يسمعوا الكلام ده وينفزوه النهاردة كل اللي انت عايز تعمله وعايز تبقى فاعة انت اخد خطوة وتفيد فيها الناس خد كوبي يا عم ما تشغلش دماغك خد كوبي وبيست من نجح بره واعمل زيه بس موضوع بسيط يا مش كامل الروحانة على الادارة بس من جهة نظرة اساس اه طبعا سداني والله موضوع مهم هتبلغ حاجة اسمات غالط كتير اقوى كريم بس النتيجة كتوحة دي نقطة مهمة نقطة مهمة والله مش منصب الموديل الفني اتحاد الكورة من اكثر المناصب اللي اغلبية الناس بتوع الكورة في مصر مش فاهمنا صح مقدرش هجاو لا انا جاو اوكي انا جاو بلا اه منصب الموديل الفني لاتحاد الكورة المصري هو واحد من اكثر المناصب اللي الجماهير بكورة في مصر مش فاهمها مش عارفين الراجل دا بيعمل ايه فيش جوب لسكريبشن طيب واحد انا بقول لك اهو النهاردة اسبانيا مس عندهم موديل فني الاتحاد الراجل دا مهمته ايه الراجل دا بيقعد مع المديرين الفنيين المنتخبات حتى بما يتعينه بيقعد مش بيقعد له انت جامع مش جامع بيقعد له انا عندي تارجت عايزي حققه انت تقدر تحققه ولا متقدرش فالاختيار مش بناء على السي فيه لأ الاختيار بناء على ان افكارك تتناسب مع التارجت اللي انا حاطتها فنقعد بقى ونتفق ونجيب مدير منتخب 17 لو سمحت احنا عنلعب بالستايل دا فعايزيناك تلعب بالستايل دا يا مثلا هو ينفع النهاردة منتخب 17 في مصر يلعب بطريق 3-5-2 ومتخب الشباب ومتخب الأوليمبي بلعاء واربعة طيب انتات مساكين لما يطلعوا هيقول لك والله حضرتك انا بقى ثلاث سنين بلعب باليبرو انت بقى بتلعبنا في اربعة احنا نعرفش احنا مش تعودين فالنهاردة بتتكلم على كلمة اي جيل بيسلم جيل فده من اين اه من الاتحاد من المنصب دا مش النهاردة في انجادة كان في المنصب دا اي دا كان بقى طيب كان بياخد كامل في انجادة ما تبخلش بالمعلومة عن الناس يلا بياخد كام كام بياخد اربعين الف يور بيعمل بيومي هل خطط هل حد حسبه يمكن حكتر فترة انا سمعت فيها شكوى او فيها مشاكل كانت اثناء تولي في انجادة هل حد قاله يا عم الحج انت بتعمل بصر ممكن محدش طلب منه ممكن صح ممكن الراجل معصرش بس في الاخر في الاخر الفكرة هتوح لفين للتخطيط مش للمدير فني انه يحط خط لا اخوان فيش الكلام ده فيه تخطيط اه ارجع اتفاضل دي لفوينتي انا فتكره هو انا هي كلامي دي لفوينتي بطل يورو تحت 19 بطل يورو تحت 21 معام داليا برونزية في الولمبياد وبطل يورو 14 وهو مرشح الاول لمونديال العالم في امريكا 2016 صحيح طب خلينا نروح معك للمنتخب ده فورسو ورهانك على منتخب مصر مع روجيرو منكالي في اولمبياد فريس والله طبعا اتمنى بارح تعادلهم مع اوكرانيا واحد واحد وعندهم مطش تاني بعد بكرة بعد بكرة نعم بص طبعا يعني كل انا امش هزي حط ضغط عليهم انهم برضو امانة في نقطة هم مصدوبين فيها فوجة نظر الشخصي ان الاجندة المحلية بتاعتنا الاجندة الحالية برضو كان ظلمتهم اه طبعا طبعا انهم احنا كنا ممكن منختار ثلاثة اسماء يعني يساعدوهم بشكل افضل بس برضو الامانة هي مش غلطة حتى ان في الاخر كله متضرر هو الاجندة المحطوطة ده يعني نصبنا كل امانة ولا هي مشكلة الحاجة عمال حسين ولا مشكلة نظر الزمانة ايه ده زرافنا لان النهاردة في بطولات دخلت عندنا والنظر الاهلي بتنا ما شاء الله يعني كان بطل في كل البطولات فاكمل فادي حاجة غزبا عن حد طيب الجيل الحالي كلهم انا فوجة نظري ولو الاهلي مدخلتش البطولات يعني كان البطولات اخلص بدري كان الدورية اخلص بدري لا مش شرط بس هي الفكرة ان انت لو كنت خط فوجة نظري الشخصية لو كنت خط قرار في بداية الموسم ده انك تلعب زي الدوري البلجيكي مثلا اه انت بتكلم على التغيير شكل اه اه كنت اغير الاجندة لو كنت غير ده كنت توفرت اعتقد حوالي من من 8 ل10 اسابيع عم بيتكلم في حوالي من شهرين 3 شهور كنت ممكن توفرهم فساعتها كنا ممكن تدي مساحة اكبر بس قلس اللي حصل حصل انا فوجة نظري البنر اذا حطيت انا ككريم سعيد تارجيت ليهم هقول ان هم يتأهلوا لدور التمانية ده يبقى بصراحة حاجة جميلة توازي اللي حصل فيه طوكيو ومع الكابتين هاني رمزي ده يبقى سقف الطموح اه اه انت عايز اتأهل من مجموعة اي فدي ده كابتين هاني رمزي في اولمبياد لندن عشرين اتناشا لما اخرجنا من اليابان في دور التمانية ده بصراحة ده لابا شوفوا حاجة ممكن اه ده هاي قدروا يعملوا شازة حميلوا فقط قدوا بس اللي انت قلته ده هو ده فوجة نازل الطارجة الاساسية اي دول المنتخب تبقى كل امانة حلو لا مش هلا متخب حل بيعبك راحية اوه اه امانة بيعبك راحية جدا طيب يبقى دول يبقى نواة للمنتخب اللي راحها باستعاشن طبعا ما وخلص بعد الاولمبياد حفظ عليه كابتين حسام حسن يستلم بقى البضاعة ولا ايه جهاز فن المنتخب ايو بس انت عايز اهم حاجة زي ما قلتلك بعد ما يخلصوا مهمتهم كلعيبة صغيرين ونبدأ ما لسه صغيرين دي يا كريم والنبي طبعا انا اسف عايزين نغير المفهوم ده لعيبة شباب يعني اللي اصغر منهم موقدين بطولة شورة اه يعني يعني حطوهم بقى على التراك وديهم احتكاك عايز حملهم مسئولية اه عايز شغالهم وديهم خبرات وحطهم جنب صلاح واحجازي وانت قبل ما تشغلهم احميهم ايو احميهم حتى من نفسهم انت ما تضمنش اللعيبة لما بيخلصوا احنا معلش برضو اه لما بيديجي نشم نفسنا بنشم نفسنا قوي لأ انت لسه المشوار قدامك طويل واجب هنا صحيح على اتحاد الكورة هو اللي حافظ طيب اروح معك للدوري قبل ما افتح معك عايز اخد رأيك عارف انك بيبقى ليك نظرة كده وزاوية مختلفة شوية الفترة الاخيرة دي يبدو يبدو لي يعني او بيقال ويمكن مقدمات مطش الاهليو بيرامدز السنة دي اكدت الاحساس ده جدا انه القمة في مصر تحولت باقت اهليو بيرامدز اهليو بيرامدز اغلب النهائيات اهليو بيرامدز كالسوبر اهليو بيرامدز دوري ابطال اهليو بيرامدز قمة الدوري المصري اي شايف ده وقح اي احنا عايشينه ولا دي مرحلة استثنائية ولا الزمالك في كبوة ولما يفوق تاني هترجع القمة او المنافسة بين الاهلي والزمالك سؤال خطير للغاية وسؤال واقعي وصريح عارف بدايته كانت امتى يوم ما نادي الزمالك انسحب قدام نادي الاهلي كانت في مبارات السوبر اللي اتلعبت في الامارات لما الاهلي لعب بيرامدز لما بيرامدز جير كبديل مظبوط في الاية الموردة من ساعتها في وجهة نظري الشخصية منظومة نادي الزمالك بدأت تروح للحتة دي نهارده نادي بيرامدز بكل امنا برضو لازم قد يوم حقه نادي بيرامدز استغلنا السنادي متغير عقلياتهم متغيرة تكامع اللعيبة وتكامع الإدارة كله المنظومة بتاعت النادي إدارة جهاز فني لعيبة متغيرين بصين للملعب حتى رغم يعني مثلا الشيبي في المباراة الأخيرة مركز حسين الشحاد كان متغطر شوية بس برضو كان مركز بس تشوف مفيش حدش عايز يدخل نفسه في أفلام مارسيل كولر عمل ايه او ما لقى الشيبي نيزي كبديل يعني يوريشتش عمل حرقة كلها اتفاجئنا بيها قعد الشيبي عددك فقال ايه قال لك لا انا مش عايزة بأوز الملعب انا عايزة اكسب مصلحة الفريق قبل اي حاجة تاني الشيبي ناس انا اسف يعني كلعيب ما قالوش قبل الماش انا عايزة لعب انا عايزة لعب لعب متقعدنيش اكيد قال له لكن هو حط مصلحة الفريق قال له اكتر من كده اكيد قال له اكتر من كده حسين الشحاد بص برسيد كولر بص موديد فاني من احترف اهو ملاقى الشيبي نازل حسين انقل ومرجعوش يعني هو دايما بيعمل روتاشن يمين شمال شمال يمين عشان يعمل كده ايه بل 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 بعت حسين الشحاب بعيده بعت ليه مركز الملعة فالنادي برامد حتى برضو كابت هنا سعيد كابت هنا سعيد في السنوات الماضية دي ما نشوف تصراحاته يحط الاهلة جملة مفيدة شينت العطران في جملة مش مفيدة ايان كي اه ايسا نادي لما تسأل هو في سكوت تيم واذا لما تسأل قال لا اه احناش مرشحين للدول دا النادي الاهلي هو الاكثر في النقاط اذا فس في المتشاط وبدأ يحط الوش بتعمين بتعمقوينة لما كان مع سنداونس تمام فانت هنا بتتكلم في ايه يا احمد تتكلم هنا هارده احنا نعرف المنظوم دي عشان تنافس الالقاب وتبقى نادي عايز تأخل بطولة وتكسب لقب لازم العقلية تختلف اناسف لازم تقلدي الاهل بوضوح وصراحة تقلدي الاهل مش تسب دا تعلم الاهل يا سيدي لا انا بحب اقول اه قالدي الاهل ليه لان هو دا اللي يكسب بمساطة فبيراميدز هو دي مستو السنة دي ومركز طيب بعد المتش في اي كلام استفزاني بيحضر نفسه من متش 22 ليه الفرصة الاخيرة ليه وعايز اولي الحاجة متش 22 اصعب من متش مش اصعب هم لا يهجموا الاول افتكر ماتش 22 يوريشتش مش هينزل مدافع زي الماتش بتعاول امبارح لا هينزل هو ياخده مبادرة ومرسل كولر خلي باقي افتكر التعادل مش هزعادل بص يعني ايه التصرفات دي بتخلينا ايو ايو لا ونتيجة الماتش ده اصرت بشكل كبير جدا على ترك كل فريق من الاتنين يعني يعني الاكتر من حيث الضغوط الاكتر من حيث التوتر الاكتر من حيث الارقام والحسابات كان النادي الاهلي قبل المباراة الاكتر ارتياحا كان بيرامدز صحيح نتيجة المباراة بالاضافة لتلاتة بونت قلبت الاوضاع خلت انه الاكتر هدوءا الاكتر ارتياحا النادي الاهلي والتوتر كله تصدر لنادي بيرامدز كلامك صح وده كمان اللي يزبط كلامك دي واحدة من اكتر المباراة القمة اللي احنا شفناها في الدور المنصر الاخرنا مفاش مشاكل بنتكلم في الكرة بس يعني المباراة بتكبرنا نتكلم فيها فنيات وتاكليكس وبوص ده عمل ايه وبوص ده في المطش الجاي هيعمل ايه طب وده قعد الشيبي وحسين الشاحات ده حسين الشاحات عمل سروباس في المباراة دي بعد يعني بتاع وسام اه اللي هو بعد الجون بعد الجون مش ممكن انا احنا اقول اهو شوفوا ازاي شوفوا ازاي بجد شهيعملوا سروباس ده فانت بتتكلم على لعيبة الجهاز الفني اللي معاها ميخليها تعمل ايه شغل بس حدش يفكر في اي حاجة برا ملعب ملناش دعوة احنا عايزين النادي بتاعنا يبقى في وضع افضل هو انا فوجة نظري المقاومات اللي انا وانت قلناها فاخد ثلاث داية دول او اربعة داية دول هم دول مقاومات النادي اللي بيحط اهدافه تجاه البطولة وتجاه الاوقاف تجربة بيرمتز اذا كان معاها جمهور تعتقد انها كانت تصنع الفرق كانت تخاوف تخاوف طبعا تخاوف جدا لتجربة مشابهة لها تجربة منشستر سيتي منشستر سيتي بص على تاريخه قبل التجربة الاماراتية معاه مفيش النادي حتى كان بيهبط لدوري في انجلترا لما جم المستثمرين الاماراتيين وضخوا اموال وخلي بقى لك مش بس ضخوا اموال لا وجابوا اللي يخطط ويفكر المدير الرياضي مش جابوا مدير الرياضي من عندهم لا هو وجاب واحد لا اصلح فبنوا وجابوا جوارديولا وحصل فشل منشستر سيتي في اول مسم له بيتغانب من موناكو رايح جاي كان كام يا ربي كان خمسة اربعة ومن قبل جوارديولا كان فليجريني نجح معاهم وبعد كده طبعا بس خلي بالك منشستر سيتي عنده جمهور مش فريبة طبعا طبعا منشستر سيتي عنده جمهور عريق كبير ياما دي منشستر مقسومة بين يونايتد وما بين السيتي انا فوقي طبعا طبعا نادي بيراميد لو كان عنده يعني مثلا لو كان مثلا نادي غاز المحل نادي غاز المحل واحد من الاندية الكبيرة جدا عنده قاعدة جمهورية كبيرة جدا الانتحاد المصري الاسماعيلي اه طبعا اه طبعا الاندية دي لو مش في نفس السكة اه طبعا تبقى تجربة خطيرة جدا طبعا اروح معك لماتش مودن شايف مودن ازاي مع النقلة اللي حصلت مع طلعة يوسف وتوقعاتك الاهلي طبعا لسه بيلعب بحسابات انه لا بديل عن المكسب انه 3 نقاط مهمين جدا عشان تأكد على البطولة لانه اي نتيجة زي يعني غير كده هترجع الحسابات لتعقيداتها مرة تانية فبالتالي الاهلي بيلعب ماتشات كؤوس مودن فاي الفترة الاخيرة محقق نتيجة كواسة مع طلعة يوسف وصل مركز رابع شايف الماتش ازاي بكرة والله اشوف بص طبعا النادي الاهلي في الوقت الحالي اكيد هو في المخشوط الدوري هو الفعل حتى بيراميز بيراميز في البداية كان رد فعل على ممكن يستنسى النادي بيراميز في المرات الجاية يكون هو الفعل على النادي الاهلي بس اعطي مودل سبورت برضو عكب طاعت يوسف نفس الاداء البيت الانديه بتقدمه طبعا مع اختلاف كوارت اللعيبة مع كوارت اللعيبة اكيد افضل بس مهم جدا جدا على لعبة الاهلي انها تستمر في السياسة ان هم يعني بدأوا يشتغل في فترة خواية انك بتقتل المباراة بدري كل ما بتقتل المباراة بدري بدري بتقدر تهدي من الضغوطات اللي عليك واضحا في الوقت الحالي هتفضل تلعب كل تلات ايام لفترة مش قليلة كل لغاية 17 17 ماتشات وطبعا وكولر طبعا نجح تماما في إثبات وجهة نظره فيما يخص الروتيشن بجد شابو واحدة من أنجح مميزاته طبعا حتى لو كان فيه ختلاف قبل كده على اي مراكز انت تلات صح مليون في المية وكمل زي ما انت فأنا فوجة نظرية هو الراجل وأتمنى أتمنى إذا كان فيه مساحة ان حسين الشاحات يريح من مباراة بكرة بسبب موضوع الانذارين عشان إذا لقى دلاطة يلقى انذار ثالث مش يلعب ماتش فلازم برضه يكون دي في الحزبان وأكيد مليون في المية في حزبان الجهاز الفاني وإن شاء الله يتم يعني التعامل معها بشكل كويس شنان اللي قالي حتى الثلاث نقاطناها مهمة جدا 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 في قبل موضوع عشرين التحكيم السنة من أكتر المواسم التي اتعرضت لضغوط أندية كتير جدا مباراة كتير جدا مواقف كتير جدا اتوجهت فيها مش عايزة أقول اتهمات لكن انتقالين انتقادات كبيرة جدا لمستوى التحكيم في مصر مع اقتراب المسابقة من نهايتها بتزداد الحساسية نعم سواء فرق بتنفس على اللقب أو فرق بتنفس على الهبوط شايف ازاي المرحلة اللي جاية بالنسبة للتحكيم المصري زنب كلاتنبرغ ده زنبه واحد جيه ويصلح لك بدأ يحط خطوات جادة لإصلاح المنظومة التحكيمية فاكر يا أحمد الفيديو اللي كان بيعمله كل يوم اتنين الضهر كان بيعمل فيديو كده يجي فيه ملخص حالات ويتكلم بشرفية بحتة والأمانة الراجل بيتكلم بموضوعية مش ممكن كان كل نسب تفق معاه يعني حتى هو كان بيطلع ويجيب الأخطاء فالحكام عندك عندها تقمصه انت بتحرجنا بحرجك ده بيطور من إدائك السنة دي يا أحمد احنا واحدة من أسوأ من أسوأ المواسم التحكيمية في تاريخ الكورة المصرية بيريرا بكل أمانة كم من الأخطاء كم من الأخطاء بيريرا هو المسؤول طبعا طبعا بيريرا ده سيء جدا انت بشايف انه ممكن يبقى بيريرا كبش فدى لا يتم التضحية بيه عشان إنقاذ لا بص كنا بس نتفع على مبادي الأول هو مكمل كده كده نتفع على مبدأ الأول المبدأ ان الرئيس لجل الحكام في اتحاد الكورة المصري لمدة اهو لمدة عشر سنوات قادمة لازم يكون أجنبي عشان نبس نقف الحتة دي عشان لو فيه أي خناء عليها الكورسي ده يتكتب عليه كده حكم محترف خلصنا عشان بس هنا في مصر الناس ما تتخنقش على الكورسي ده شايف إنه جزء من القصة خناء على الكورسي اه يا خبر ربيط طبعا ده أحزاب ده أحزاب وكل حزب ما ايه بما لديه يعني الحكام بينه ومن بعض سواء السابقين اه طبعا في حالة تربص يعني اه طبعا اه طبعا الحكام المعتزدين طب سؤال معلش تاني يمكن برضو شيء بشيء يوسكار يعني نقول للناس هل فيه تربص من بعض الحكام مش قول كل حكام هل فيه تربص من بعض الحكام اللي بيلعبوا اللي بيحكموا دلوقتي مش السابقين شون الكبات الكبار اللي اعتزلوا يعني هل فيه تربص من بفكرة انه يبقى فيه رئيس لجنة حكام اجنبي هل فيه رفض للفكرة نفسها من اغلبية مليون في المية مليون في المية اه طبعا معنى وده مفترض جاي يطور جاي يساعدهم لا لا مش بيبصوا كده فوقت نظر يعني ليه نتخلي بالك عاد الحكام في مصر ورده الكويسين مش كتير ما عادة محدود لما فيه حكم بيصل لسنواته الأخيرة هو بينضم الحزب ليه أنا عايز ياخد دوره عايز ياخد دوره مش كده بصراحة كابتن جامل غندور كان يسلم الكابتن عثالجه فتاح ولكابتن يسلم الكابتن جامل غندور وكابتن جامل غندور يسلم الكابتن عثالجه فتاح هنه نبدأ ننف في الدايرة دي مش عافيين نخرج منها لكي سنة تمام طيب احنا النهاردة ييجي بقى حكم بعدي يقول لك انا عايز اخد دوري بقى اللي حصل المفاكة اللي اتضرب ان في حكم اجنابي بقى وفيه متنفسين لما بدأنا احنا كاعلام نتكلم على رئيس لجنة حكام اجنابي جي في السعودية زي كولينا وطور الكورة تبحثين يا جماعة ان بقى زيهم جمال في السعودية شغالين كويس شفت الفيديو بتاع الاجندة بتاعت الدورة السعودي جاية اكيد شفته بعد الحلقة بشوفه وفيه مسجد حلو بيكتبوها على الفيديو مهم فالنهاردة انت مش تاخد دورك بقى لبقى عندك متنافسين من بره جايين من بره فالعدد هيزيد فبالتالي انا اعمل ايه اقصص ريشك قبل ما تيجي لازم اقومين لا يخلي بالك مش اتكلم على الاسم اتكلم على التجربة تجربة رئيس لجنة الحكام الاجنابي ده تجربة فشلة مع كله يعني بكرة الصبح نفترض كده رجل اعمال مصري بيحب الكورة حطي كاشه على التربيزة وجاب كولينا يجرؤ يجرؤ اي مسئول في اتحاد الكورة يصف كولينا مثلا بادارية انه فاشل يجرؤ لا ما يجرؤش مش هحدش هيقدر يعمل كده فالفكرة في حالة دي لكن بريرا ممكن يعمله كده طبعا بريرا مش اسم اصلا كلاتنبرج ممكن يعمله كده لا بس ثانية واحدة كلاتنبرج كان اسم كبير اه بس تم اتهامه وتم تهديده وتم تطفيشه بفعل فعل طب معاشكاله وتايكت زنبي اه 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 دي صح معاشكاله وتايكت زنبي كلادنبرج اللي بيحسفينا السنين ده ده زنبه عشان كده الفكرة في حالة ايه انا نبريرا يمشي بس اللي يجي راجع كلادنبرج او رجع يعني ايه حاكم قوي وعنده تجربة في ادارة لجنة حكام برا نجحة انما مصر مثلا في الوقت الحالي هل يوجد حاكم مصري اي ان كان اسمه يصلح عجبك الحاكم الاسماني لا ليه ما عجبنيش لان قراراته يعني كان فيه حالة طرد واضحة في الشوت الاول ما زلت مؤمن والله مش بسير الجدل ما زلت مؤمن ما زلت مؤمن ان لعبة حسيني الشحات يا راكل الجزاء صحيحة عشان احنا بقلنا 72 ساعة اعمالين في خناقات على سوشال ميديا بس الحاكم بصراحة كان يعني مش مكمالك سؤال معلش يعني اذا كان فيه ميل لطرف على حساب طرف بالأمان ما حستهاش بس هو كان ضعيف انا حستها اه يعني انا حسته انه اوقات كتير جدا كان متحمل على لعبة الاهل يا انا حستش كده احسن انه هو ضعيف اه يعني هو ضعيف يا بس مثلا شو بس حاكم اليورو ايو نهائي اليورو شخصية رجل مسك المباراة محدش حتى اعتقد فيه لعبة انت شفت نهائي الكوبة لعبة كولومبيا ولعبة الارجنتين يعني بالاضافة للمباراة في كورت القرى النهائي كان فيه مباراة مصرع حر صحيح كمية العنف اللي كان في المباراة غير طبيعي ومع ذلك الحكم اه وفي المدرجات يعني فيه اجواء توتر غير طبيعية ورغم جدا الحكم الحقيقة قدر المباراة باقتدار شديد طبعا بص تاني بس هقوله حاجة هو انا فوقت نظر طبعا هما بيختاروا الحكام برضو هو بيختار احنا في الوقت الحالي كان فيه مشكلة لان معظم الحكام ايروبيين كانوا بيحكموا في اليورو فيه ناس كتابا مش متاحة بس في الاخر انا فوقت نظر يعني المباراة نتجتها عادلة مفيش ازمة محدش يعني يعني طلع مظلوم صحيح صحيح بقول نتمنى ان شاء الله طائم التحكيم اللي يتم اختياره موضوع 22 يكون افضل من دا شوية نتمنى كل التوفيل الاهلي بكرة ونكون معاك قبل المباراة مباشرة ان شاء الله حلقة خاصة مستدسة نغطي فيها اللمساتة والتحضيرات الاخيرة ان شاء الله قبل مواجهة الاهلي ومودن سبورت بشكر كريم سعيد على وجوده معي شرفتنا ونوارتنا ومبروك اسبانيا بالعالم كله فرحان عشاننا واسكركم على المتابعة وكل التحقيق